السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفيديو ده هنتكلم عن دعم الريف السعودية البرنامج ده بيهدف الى تحسين القطاع الريف الزراعي لرفع مستوى معيشة صغار المزارعين والأسر الريفية وزيادة الكفاءة والإنتاجية وتحسين نمط الحياة والأمن الغذائي هنتعلم طريقة التسجيل ويهم الشروط للحصول على دعم الريف الاهداف الاستراتيجية من هذا الدعم المساهمة في الاستقرار الاجتماعي المساهمة في الأمن الغذائي الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية برنامج دعم التنمية الريفية ويشمل برنامج دعم قطاع العسل وقطاع البن وقطاع الفاكهة وقطاع المحاصيل البعلية وقطاع الورود ودعم الأسر الريفية المنتجة هنا عند الدخول على الصفحة الرسمية على الريف السعودية قم بالضغط على إبداء طلب الدعم تقوم بكتابة رقم الهوية الوطنية تاريخ الميلاد باليوم الشهر والسنة كلمة المرور ثم تأكيد كلمة المرور ثم تقوم بكتابة رقم الجوال وتأكيد رقم الجوال هنا الرمز المرئي إذا كان غير واضح اضغط على هذا السهل لتغييره ثم كتابته في هذا الجزء ثم اضغط على إقرار إذا أردت الاطلاع على الإقرار اضغط عليها هذا إقرام بأن جميع هذه البيانات صحيحة ثم بعد ذلك اضغط على كلمة التسجيل ثم تصل لك رسالة على الجوال لتأكيد هذا التسجيل هنا تقوم تسجيل الدخول كتابة رقم الهوية كلمة المرور هنا الرمز المرئي إذا أردت تغييره اضغط هنا ثم كتابة ثم تسجيل الدخول إذا نسيت كلمة المرور اضغط على نسيت كلمة المرور وتبدأ في استكمال إجراءات التسجيل ايه هم الشروط العامة للحصول على دعم التنمية الريفية الزراعية المستدامة أن يكون المستفيد سعودي الجنسية ذكرا أو أنسى أو حاملي بطاقة التنقل ذكرا أو أنسى أن يكون المستفيد من ممتهني أحد المهن الزراعية التي حددها البرنامج ومباشرا لمهمها أو لهذه المهمة بنفسه وأن يكون من سكان المنطقة الإدارية ألا يشغل المستفيد أي وظيفة بالقطاع العام أو الخاص ألا يقل عمر المستفيد عن 21 سنة ألا يتجاوز مجموعة دخل الشهري المستفيد عن 9000 ريال ألا يتجاوز إجمال مبلغ الدعم المباشر عن 54000 ريال سنويا لكافة البرامج تقديم ما يثبت الأهلية لمزاولة المهنة في المزرعة الالتزام بتطبيق جميع الاشتراطات الصحية والفنية التي يعتمد عليه البرنامج أن يكون لمستفيد حساب بنكي نشط باسمه مسجلا في المنصة الإلكترونية استكمال البيانات الشخصية والفنية من خلال التسجيل في المنصة الإلكترونية المخصصة رفع طلب الدعم على المنصة الإلكترونية أو المنصة الإلكترونية بعد استفاء الشروط هل يجوز للمتقاعدين امتهان أحد المهن الزراعية؟ يجوز للمتقاعدين امتهان أحد المهن الزراعية التي حددها البرنامج بشرط استفاء الشروط التي ذكرناها سابقا إيه هي الحالات التي يتم فيها إيقاف دعم التنمية الريفية في حال وفاة المستفيدين خلال فترة تلقي الدعم الحاجة الثانية فقد المستفيد لأحد اشتراطات الاستحقاق الحاجة الثالثة في حالة العجز عن مباشرة المهنة بنفسه الحاجة الرابعة ثبوت تقديم بيانات غير صحيحة أو عدم نفسه عن أي بيانات يطلبها البرنامج مخالفة المستفيد لأي من أحكام وشروط وقواعد البرنامج كيف يحدد الاستحقاق الفعلي لكل متقدم؟ يحدد الاستحقاق الفعلي لكل متقدم حسب أعداد الأشجار والمساحة وأعداد خلايا النحل وحجم الإنتاج للمهنة الزراعية التي حددها البرنامج ما هي الموارد التي لا تحتسب ضمن الدخل؟ المساعدات النقدية أو العينية من المؤسسات والجمعية الحكومية أو الأهلية لأعراض العلاج الصدقات الضمان لاجتماع المساعدات التي تصرف في حالة الكوارث إيه هو الإجراء؟ في حال ثبوت أن المتقدم أو المستفيد قام بتقديم معلومات خاطئة إذا سبت أن المتقدم أو المستفيد قام بتقديم معلومات أو وسائق أو بيانات خاطئة أو إخفاء أي معلومات توجب الإفصال عنها بموجب حكام القواعد أو التحايل بأي طريقة لحصول على الدعم فيحق للبرنامج استرداد قيمة الدعم التي حصل عليها المستفيد بغير وجه حق وذلك وفق الإجراءات النظامية إيقاف الطلب الخاص بالمتقدم وحرمان من الحصول على الدعم لمدة لا تزيد عن سنتين ما هي مدة دراسة الاعتراض؟ متى يتم قبول الاعتراض وغيرها من هذه الأسئلة؟ الوسائق المعتبرة للبرنامج الوسائق سك ملكية عقد إيجار موثق من شيخ القبيلة أو أي جهة رسمية حجة مصدق من البلدية أو المحكمة مشهد مصدق من الإمارة شاهد التسجيل موقع زراعي